تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من معالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبادل خلاله وجهة النظر بشأن استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتدمير المرافق العامة والمستشفيات والمدارس كما بحث الوزيران الجهود السياسية والمساعل إقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الهدنة الإنسانية والسماح للعمليات الإغاثية القيامة بمهامها لإسعاف الجرحى والمصابين وإصال المواد المعيشية العاجلة للسكان في قطاع غزة وإصلاح المرافق الحيوية وأكد على أهمية إعطاء لولوية للعمل الدبلوماسي والسياسي والتمسك بالقانون الدولي في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وأنه لا مصلحة في توسيع رقعة هذه الحرب الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي عليها تحمل تبعاتها القانونية